السلام عليكم يا شباب. هالفيديو راح اشرح اه ايش تسفاد من خانة الورشة واللي اللي معنات بالانجليزي يعني ايش اللي تحصلوا ايش تسوي فيها. فاللي تحصلوا منها هي الاسكنات. اه خلينا فرجيكم بشكل سريع ايش الاسكنات اللي يمكن انك تبدل تحصلها. طبعا اسكنات كتير يعني. بس اه خلينا فرجيكم انا طبعا الاسكنات اللي عجبتني انا واخدتها. اه اول اشي عنا السلاح القديم. تمامكم شايفين. هذا جدا قديم السلاح. اه ما بعرف من اي موسم بصراحة بس قديم جدا. هذا اللي انا حصلته. وفي عندك انا اسكنات ملابس ما ملابس اه مثلا هذول كفوف تمامكم شايفين حلوات كتير بصراحة. فانا برضو اخذتهم لانهم عجبوني. طبعا انت فيك تختار الاسكنات اللي تعجبك تاخدها والما والاسكنات اللي مش عاجبتك تقدر تسوي فيها اشياء غير يعني تستفاد منها. طبعا نبدأ بالله الشرح ونشوف ايش الموجود. طبعا اما حطي لك اه متل ما اكم شايفين معرفة المزيد يعني حطي لك وشارحي لك كل شي ايش بدك تسوي. لكن اه هون انت ما عندك شغل ابدا. اول خلال اه نظر عامة. انت بدك تروح على الصناعة العادية. اول انا يا شباب بدك من هدول الاسطوانات في عندك هدول اللون يعني شوي يبني وفي عندك اه اسطوانات لونهم يكون الاسود. من وين تحصلهم? اه من المتجر عناصر هدول هما. اه كل اه الصندوق يعني اسمه صندوق الصياد. انت قدر تحصل وحدة. وعشان تفتح هدول يلزمك مفاتيح. حق المفتاح اربعة الاف من هدول العملات الذهبيات. لكن اه بعض الاشخاص رح يطلع له برضو بالجي كون عملات الجي كوين انك اه تشتري عشرة بعشرة. فانا ما ما يطلع عليه. هذا شي يعتمد على المنطقة اللي انت عايش فيها. في المهم انت يلزمك من هدول ويلزمك اه لكل صندوق صياد يلزمك مفتاح واحد. فبعد ما مثلا يكون عندك اه هدول الصناديق والمفتاح اه بنفس الوقت. رح يطلع لك هون وراح يعطيك اه كلمة فتح. انت مثلا فتحت فاكيد اني لازم يكون عندك مفتاح. شايف هدول العملات هدول مش مفاتيح. هدول ثلاث عملات تقدر يعني كل ثلاثة من هدول يسوي لك مفتاح واحد. لكن على كل حال انت مثلا عندك واحد صندوق الصياد من هذا. او صندوق الصياد من هاد. لكن هذا يعني افضل بكتير ويعطيك اسكنات افضل. لكن خلنا نجرب هات. رح يطلع لك هون كلمة فتح. انت تفتح هذا الصندوق رح يطلع لك سكن. وين يطلع هالسكن شباب? اسكنات يطلعوا لك هون. متل ماك شايف هدول هم الاسكنات. فتقدر تسوي فيه شغلتين. اول شي انا هذا الاسكن يعني انا مبارح فتحته وطلع لي. تقدر تسوي شغلتين. اما انك تاخد الاسكن كامل. او انك تختار شي لك اشارة الصح. مثلا انت بس انت مثلا بس بدك الكفوف. انا شايف هون عاطيني مبلوكة لاني انا حصلت من قبل. انت بس بدك الكفوف مثلا. ما بدك الباقية. بدك الكفوف. تحط عليها اشارة صح. بدك انت هاي اللبسة. وبدك هاد. بعد ما تعطي هيك رح تعطيه صناعة عنصر. ايش اللي رح يكلفك صناعة العنصر هذول العملات متل ما كم شايفين هذول العملات. فشلون تعرف ان انت كم عملة عندك مكتوبات الارصدة الرصيد يعني. انا عندي الف وسبعمية وعشرين. فما رح يكفي عشان احصل كل هذول. فراح اشيلك اشارة اه الاشارة لهذا عن الشاكيت فراح يخليلي الكف. وراح يخليلي هاي اللبسة. عندي هذول يكلفوني الف واربعمية. بس انتبهوا الشباب. انت الاسكن ما بدك يا. انت بدك يعني تبدلوا بهذول العملات عشان ازا مسلا حصلت اسكن احلى منه. اسلاح او لبسة. عشان يعني يكونوا عندك عملات اه كافية من هذول الرصيد عشان يعني تبد اه تحصلوا. فتقدر هذا الاسكن تبدوا على عملات من هذول. شلون? بسيطة. ترجع على اول خانة الفتح. حفوا. ترجع هون على خانة الصناعة. وتعطيه فك عندك الغرض. الغرض ايش شفاءته? اول شي خلينا اشرح لكم اياه. الغرض يطلب منك اعادة تخصيص ثلاث مواد من نفس المستوى. يعني انا اتوقع مثلا يكون عندك ثلاث لبسات اه كلهم اه تحطهم بهاي الخانة. عشان يعني تنتقل لفل معين اتوقع. انا لحد الان هاي ما جربت يا شباب لانه ما صار لي فرصة اجربها. لكن يكون عندك ثلاث اه عناصر من اه محدد يعني اه عشان يفتح لك لفل معين عشان تحصل. اتوقع هذول الاسكنات. هاي اول اشي. تاني اشي انت بدك تحصل من عملات الارصدة او الرصيد. عشان وقت يطلع لك سكن حلو تقدر تاخده. تبدله بهالعملات. فبسيطة تعطيفك. وتحطه هون. ازا عندك اكتر من يعني عنصر او اكتر من سكن تحطهم هون. وتعطيفك. فهو ايش عطاك يكون. يكون اعطاك شايف شلون. يحط لكون اه العملات اللي راح تاخدها. اه الرصيد يعني. راح يعطيني الف واربعمية. انا عندي الف وسبعمية وعشرين. يعني اجمعهم مع بعض يصير عندي عدد اه تلت تلاف وشوي. فهالشي حلو. وهون يعطيك المجموع كامل. فانت بعد ما تعطيفك اكيد العنصر هذا راح يروح هذا الاسكن. لكن راح يعطيك العملات هذول. بحيث ازي انت طلع لك اسكن حلو. وبدك اياه. انا مثلا الكفوف اللي اخدتم هنا. متى ما كم شايفين. شلت اشارت صح عن كل هذول الاشياء. وعطيتو صناعة عنصر. عشان يعطينا هذول الكفوف. في عندك اه غير شغلة كمان. بهذا الخانة. اذا تجمع مية من هذول. او مثلا عشرة. اذا اذا بتجمع عشرة من هذول العناصر راح تقدر تشتري مفتاح. مع اه صندوق صياد اه لون اسود. واذا مسلا جمعت مية راح تقدر تحصل تشتري هذا الاسكن كامل. واذا تجمعت مية غيرة كمان راح تقدر تحصل هذا. واتوقع انا هذول هذول العناصر هذول عشان تشتري هذول الاسكنات راح اه تقدر تحصلهم بالغرض. اكتسب عناصر عشوائية. اه لا ما اتوقع اكتسب عناصر عشوائية هيدا يختلف. بس ممكن اهم بعض احياني ممكن ممكن يعطوك اه هذول العملات يعني الصفر اللي تجدكم ياهم هون. انا صار اعطوني يمكن تقريبا ثلاثين كل ما اشتريت فيهم هذول. لان انا بصراحة هذول الاسكنات ما عجبتني. عشان هيك يعني انا يعني انا از اعطوني اه متل ما متل ما فرجيتكم يعني اه وينها? البرل اللي انا حصلت يعني هذا سكن جدا قديم وجدا حلو يا شباب يعني مو كل واحد يبطر يحصلوا بهالوقت حاليا. لانه خلاص راح من المتجر ومش موجود بالستور بتاع الستيم. يعني ازا انت حصلت سكن قديم سلاح سكن قديم مثلا سكنتها القديمة الاquentية ولم 것ية ولا غيرها ولا غيرها%. في كثير يعني سكنات قديمة نزلوها. فجدا حلو انك حصلة من خلال هذول الخانة اه الورشة. يعني ما بعرف انت بدك تضيع فلوسك على سكنات هذول. لو مش فلوس بس بدك تضيع يعني العناصرك على هذول الاسكنات. ولا على سكنات يعني قديمة راحت وما تقدر تحصل على غير بهاي غير بها الخانة الورشة اللي موجودة امامك. فهذا كان يا شباب الشرح لخانة الورشا او الوركشوب اتمنى انكم استفدتوا طبعا انا حولتها للغة العربية عشان اقدر اقامكم بشكل افضل لكن بالعادة انا ازلت شرح باللغة الانجليزية لانه بعض الاحيان تكون ترجمة اللغة العربية مش صحيحة باللعبة فهذا وكل شي يا شباب اتمنى انكم استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته